بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صفوة الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام معشر الصائمين رمضان والقرآن مرتبطان متلازمان على مر الزمان منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أو ما تأملتم إخوة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصيام على أهل الإيمان فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في هذا الفرض للصيام في هذه الآيات الكريمة في سورة البقرة جاء ظرف الزمان الذي فرض الله فيه هذا الصوم وهو شهر رمضان قال سبحانه أياما معدودات ثم لما جاء تحديد هذه الأيام بأنها هي شهر رمضان وجاء وصف هذا الشهر جاء الوصف بأخص ما يتصل بهذا الشهر المبارك من أوصاف أراد الله عز وجل أن تدرك أمة الإسلام علاقته بهذا الشهر المبارك قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والآيات التي جاءت بتحديد موعد إنزال القرآن في سورة الدخان وسورة القدر حددتها بليلة القدر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إذن فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في شهر رمضان في ليلة القدر على وجه الخصوص من هذا الشهر المبارك والمقصود بالإنزال للقرآن هنا في هذا الشهر في هذه الليلة هو الإنزال الجملي الذي نزل فيه القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن الكل يعلم أن القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نزل متفرقا منجما على مدى ثلاث وعشرين سنة منذ أن نزلت عليه مطلع هذا الوحي في سورة إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق فكان هذا القرآن أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام متوزعا على أحداث الدعوة بمكة والمدينة وما بينهما وفي مكاء أماكن متعددة إنما جاء على مدى ثلاث وعشرين سنة لكن المقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الإنزال الجملي دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل من هناك مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث فقد ارتبط القرآن برمضان منذ ذلك العهد الأزلي أمة الإسلام فكان لشهركم هذا شهر رمضان من الخصوصية بالقرآن ما ليس لغيره من سائر أيام العام ثم جاء الهدي النبوي من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فازداد تأكد ارتباط القرآن برمضان أي مرتباط يتمثل ذلك في هديه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أما إنه عليه الصلاة والسلام كان وثيق الصلة بكتاب ربه مستمتعا به متعلقا به يضرب لنا المثل والأسوة والقدوة في الصحبة بالقرآن كيف تكون على مدى الزمان كان يقوم به عليه الصلاة والسلام ليله ويتلوه أثناء نهاره وتراه على كل أحواله مصاحبا لكلام ربه مستأنسا به لصدره أزيز كأزيز المرجل يخشع إذا قرأ يعيش مع آياته يأنس ببشاراته ويخاف من وعيده فيما كل ما هو مبثوث في نصوص السنة الشريفة عن هديه عليه الصلاة والسلام كان هذا منه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام على مدى العام لكن إذا جاء رمضان كان له مع القرآن صلى الله عليه وسلم شأن آخر لقد ثبت في الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يلقى جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة في رمضان هذا لقاء العظيمين على أمر عظيم عظيم أهل السماء جبريل عليه السلام وعظيم أهل الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعون على أمر عظيم هو كلام رب العظيم سبحانه وتعالى هذا الهدي النبوي جاء أيضا مرتبطا بالحث القولي الذي كان عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف يعيش المسلمون نهاره في رمضان مرتبطا بكتاب ربه قائما به ليالي رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا يقومه بماذا؟ يقومه بالصلاة وقوام الصلاة القراءة فيها كتاب الله القرآن لقد جاء قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا مبينا عبادة الليل في رمضان جاء مقابلا لقوله في النهار من صام رمضان إيمانا واحتسابا رأيتم؟ فهما وجهان لصفحة واحدة الصيام في نهار رمضان يقابله القيام بالقرآن في ليالي رمضان ليكون هذا الثنائي هو روعة رمضان وبهجة رمضان وعظمة هذا الشهر المبارك الذي ارتبط بالقرآن الكريم يا أمة القرآن وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان أيضا هما الصيام والقرآن معشر الصائمين كم نحن أمة حظية أمة الإسلام بهذا الكتاب العظيم كتاب ربنا كم نحن والله نتقلب في كرامات ورحمات وبركات من ربنا الكريم سبحانه وتعالى تغشان أيام فاضلة في رمضان فنتقلب في ليله ونهاره بكل ساعاته في فضائل جمة وبركات متتابعة صيام بالنهار وقيام بالقرآن في ليالي رمضان هذا الارتباط بين الصيام والقرآن يجعلنا نتحدث ونلقي الضوء ونتواصى حيال ما ينبغي علينا أن نعيشه مع القرآن في هذا الشهر المبارك على وجه التحديد أمة القرآن تأملوا أحبة الكرام ما الذي وصف الله سبحانه وتعالى به القرآن الكريم في جوف القرآن الكريم لن تجدوا الله وصفا أروع ولا أمثل ولا أجمل ولا أروع ولا أعظم مما وصف به القرآن في القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأدرى بكلامه وما عظم أحد كلام الله كما عظمه الله سبحانه وكل من ابتغى أن يعرف حقيقة ما أودع الله في القرآن فليقرأ ما وصفه الله تعالى به في القرآن وصف الله القرآن بأنه شفاء وهدى ورحمة ونور وبركة وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه مبارك وبأنه عجب وبأنه شيء عظيم يحدث به ما لا يحدث بغيره من الآيات في هذا الكون قال الله سبحانه ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والجواب المقدر أيل كان هذا القرآن هذا القرآن الذي أنزل في هذا الشهر فاعتلت عظمته وبورك من بين سائر الزمان أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فكان خاتم النبيين وإمامهم هذا القرآن أنزل علينا أمة الإسلام فكنا خير الأمم هذا القرآن البركة التي نبحث عنها في الحياة نجدها في جوف كتاب الله الكريم يا أمة القرآن والله الذي لا إله إلا هو إننا أسعد الأمم بكلام ربها القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى خاتمة كتبه السماوية المهيمن عليها الذي خصه من الفضائل والبركات بما ليس لغيره من كلامه وكل كلام الله عظيم وكل كتب الله جل جلاله هي في ذات المكانة من العظمة والجلال والقداسة إنها كلام الله وكفى إلا أن القرآن لا يساويه شيء إيو الله ولا يدانيه شيء من أراد تحرك قلبه فعليه بالقرآن من أراد سعادة الحياة فعليه بالقرآن من أراد الشفاء والعافية فعليه بالقرآن من أراد البركة في الرزق والمال والزوجة والولد وكل وجوه الحياة فدونه القرآن من أراد أن يسعد في دنياه وأخراه فعليه بالقرآن والله ما حل القرآن بقلب عبد إلا سعد ما وجد القرآن في حياة عبد إلا عاش البركة يقول الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى هي السعادة التي يبحث عنها الباحثون هاكموها في جوف كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله عظيم هو روح كما أراد الله أن يكون لنا أمة الإسلام أتدرون كيف تصبح أجسادنا بلا أرواح ما الذي ستصبح أبدان خاوية من أرواحها ما هي إلا جوثة هامدة لا حراك فيها كذلك أرواحنا وقلوبنا أمة الإسلام إذا غادرها القرآن أو ابتعد عنها فإنها تغدو قلوبا ميتة وإن عاش أصحابها في عداد الأحياء الحياة الحقيقية ليست بالدبيب على الأرض والطعام والشراب والحركة والانتقال الحياة الحقيقية الأنس بعظمة هذه الحياة في ظل طاعة الله الأنس بكلام الله معرفة الله وذكره ومناجاته وكل ذلك موجود في جوف كتاب الله الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كم وصف الله القرآن في القرآن بأنه مبارك أي بركة هي بركة في كل شيء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين تجهشك الأوصاف المتعددة التي يصف الله بها القرآن في القرآن أنه شفاء ورحمة وموعظة وهدى ثم يقول بعدها سبحانه قل بفضل الله وبرحمته والمقصود هنا هو القرآن في ذات السياق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أمرنا أن نفرح بالقرآن لما لا نفرح والله وقد حبان الله تعالى به حق لك عبد الله وأنت أمت الله إذا قرأ أحدكم آية أو سورة أو حفظ وجها أو أتم وردا أو ختم ختمة حق له أن يفرح لأن الله يأمرك أن تفرح الفرح بالقرآن عبادة نؤجر عليها نفرح عندما نقبل على القرآن فيفتح الله له قلوبنا وتدر له عيوننا وتأنس به أرواحنا هذه فرحة في الدنيا بالقرآن سوى الفرحة التي تنتظر أصحاب القرآن يوم الحشر عندما يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ما يزال أهل القرآن في علو ورفعة شأن وعظمة وصعود في الدنيا والآخرة وصدق عليه الصلاة والسلام إن الله لا يضع بهذا الكتاب أقواماً أو يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين هي الرفعة بالقرآن الرفعة بهذا الذكر رفعة لأهل القرآن عندما يقدمون في المحارب أئمة وصفوف المسلمين خلفهم يقتدون بهم رفعة لأهل القرآن إكراماً لهم وإجلالاً وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والحاكم المقصط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه كرامة لأهل القرآن عندما يصعدون الدرجات العولى يوم القيامة في الجنة هذا القرآن ولو شئنا استطراداً في الحديث لذكر عظمة أجوره وفضائل أصحابه ما وسعنا المجلس لكن القصد معشر الصائمين أن نلفت النظر إلى أننا مهما اقتربنا أو ابتعدنا عن القرآن طيلة العام حق علينا أن نصحح المسيرة في أيام رمضان ولا ياليه وأن نعيش مع القرآن حالاً أبرك وأعظم لنكون بحق مدركين فضيلة هذا الشهر وأدين فيه عظمة الزمان الذي أنزل فيه القرآن إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان أعظم البشر تعظيماً لربه وأعرفهم صلى الله عليه وسلم بما يجب له من الحق كان يعيش مع القرآن أنساً واستمتاعاً يقرأه عليه الصلاة والسلام ويقرئ أصحابه ويسمعه منهم صلوات الله وسلامه عليه يمر بأبي موسى الأشعري في داره قائماً يصلي فيأنس لقراءته ويقول له في صبيحة اليوم التالي لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ويقول لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن فيقرأ صدر سورة النساء ويسمي أبي بن كعب فيقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك فيقول آه الله سماك لي فيقول نعم هذه الوجوه المتعددة تثبت أن إقبالنا عن القرآن يأتين من سائر الأبواب المختلفة التي نعيشها مع القرآن ورأس ذلك الإقبال عليه قراءة فإنه مدخل التعامل مع القرآن أو استماعاً اقرأ عبد الله كلام الله سبحانه وأنس به وأنت تعلم أن لك بكل حرف حسن والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء كما يشاء وهو الكريم جل جلاله وأنت تقرأ القرآن ستنفتح لك الأبواب الأخر ارتباعاً ستقف مع آياته تتأمل تتفهم تتدبر يخفى عليك بعض شيء من معناه فترجع إلى تفسيره وإلى بيان معناه بفتح كتاب أو بسؤال أهل العلم ولا تزال هكذا حتى تنشأ بينك وبين كتاب الله الصحبة المنشودة بين المسلم وبين كلام ربه سبحانه وتعالى ثم إذا ارتقى أحدنا تلك المراتب كان القرآن دليله منهاجه كان ميزانه الذي يقف عليه ليبصر أي شيء هو مصوابه وخطأه كان القرآن برآته التي يقف أمامه ليهذب مظهره ومنظره ومخبره فيصحح كل شيء فيه ينبغي إصلاحه في ضوء هداية القرآن وبركات القرآن أما إن هداية القرآن ما أرادها الله أن تكون فقط لأهل التقى كما قال سبحانه في صدر سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فربما ظن البعض أن غير الأتقياء لا حظ لهم في هداية القرآن بلى يا أمة القرآن فإن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إنها أوسع دائرة من أهل الإيمان فضلا عن الأتقياء الناس مؤمنهم وكافرهم يجد حظه من الهداية في القرآن حتى الكافر إي نعم أو ما سمعتم قصص من أسلم من الكفار بسبب القرآن منذ نزول القرآن زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى زمان الناس هذا وما زلنا نطالع الأخبار ونعرف الأحداث فنجد من أسلم عندما أقبل على كتاب الله فهمه وقف مع آياته تدبر في عظمته علم حقا أنه ليس بكلام البشر وأن ما فيه من العظمة لا يمكن أن تكون إلا من رب عظيم جل جلاله فتذعن له القلوب والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هنا ندرك أن عظمة القرآن وهداية القرآن التي جعلها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى هي لكل من خلق الله عز وجل من الناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لكن متى يجدوا هؤلاء الناس حظهم من الهداية بالقرآن مؤمنهم وكافرهم على حد سواه إنها لن تأتي لمن أغلق دونها أبواب قلبه وأغلق دونها مسامع أذنه أبدا من أقبل على القرآن وجد ما يريد ويبتغي من الهداية والسعادة وراحة البال وطمأنينة الصدر وانشراح النفوس نعم الإقبال على القرآن بفتح المصاحف بإلقاء النظر بقراءته بالألسن وقبل ذلك كله بفتح نوافذ القلوب وأبوابها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هذه الغاية المقصودة أمة القرآن من القرآن أن نقبل عليه رغبة الفهم والاستيعاب إنها رسائل من ربنا وهدايات أوامر ونواه قصص وأخبار فإن كانت القراءة سردا مجردا كان لصاحبها أجر القراءة لكن البغية العظمى إنما تقف على الوقوف عند تلك الآيات والسور وإلقاء النظر ثم يفتح الله لكل عبد بقدر ما يشاء سبحانه من التوفيق والهداية وبقدر ما يبذل العبد من السبب قاصداً نيل تلك الهدايات في جوف كتاب الله الكريم أمة القرآن يطول بنا الحديث ولن يسعن المجلس ونحن نستقصي فضائل هذا القرآن وبركاته لكن حسبنا أن ندرك أن له من العظمة ما يحملنا والله على ضرورة الوقوف معه والعيش معه والنظر فيه والاستمتاع بما أودع الله جل جلاله فيه عظمة القرآن تجعل من أحدنا يعيش حياته أسعد ما يكون ولو كان أفقر أهل الأرض تجده أغنى الناس ولو كان أقلهم ذات يد تجده أكثر الناس رضاً وأنساً وانشراح صدر ولو لم تكن تلقي له الأنظار بالاً إنه القرآن ما حل في شيء إلا بورك فيه حل في زمان رمضان فكان شهراً مباركاً حل في صدور من اصطفى الله من عباده فكانوا مباركين في حياتهم هذه الحياة التي ننشدها مع القرآن تتجدد لنا في رمضان من كل عام لتقبل الأمة على القرآن فيزداد أهل القرآن في رمضان مع القرآن ويقبل من كان مقصراً مع القرآن طيلة العام ليعود فيجدد العهد مع كتاب ربه في هذا الشهر المبارك يبقى التنبيه معشر الصائمين إلى أن هذه الخصوصية بين القيام بالقرآن في رمضان والصيام في نهار رمضان أن هذه البركة التي تتعاظم إنما كان لاجتماع تلك الفضائل وأثر العبادات الذي جعله الله عز وجل في حياة العباد الصوم يهذب النفوس ويقودها إلى التقوى الصوم بمثابة الحرث لأرض القلوب يحرثها فيأتي ماء القرآن فيسقيها فما عساها أن تنبت قلوبكم معشر الصائمين إلا أزهاراً متفتحة وبركات متتابعة ما عساها أن تجد من أثر الصيام وقد هذبها في نهار رمضان والقرآن وهو يسقيها ويرويها بعذب الآيات والمواعظ والحكم والأحكام التي نجدها في كتاب الله الكريم قام نبيكم عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بآية يرددها حتى أصبح ما الذي تفهمه إلا أنه عليه الصلاة والسلام ربما مر ببعض مواضع القرآن فوجد فيه مساحة واسعة لتأملات النفس وتدبرات المعنى والفتوحات الإلهية التي يفيض الله بها على قلب من شاء من عباده فإذا وجدت مثل ذلك عبد الله فلا تبرح الآية ولا تتجاوز السورة وابقى وكرر لا تملي ولا تفتر فإنها والله عبادة أنت مأجور عليها وهي سنة نبوية دلنا عليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمة القرآن ها هنا وصايا حسان تعين أحدنا على امتثال أمثل وإقبال أعظم وأجل وإكرام يليق بالقرآن في شهر القرآن لنا جميعا معشر الصائمين في شهر رمضان أولها ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل أن يكون الإقبال على القرآن بفتح قلوب العباد لها قبل فتح صفحات المصحفي ليكون أعظم وأجل وأمركا وليكن هذا القصد موافقا للقصد الذي أنزل به القرآن كما سبق في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته والوصية الثانية هي لمن يسأل أليس في القرآن شيء يبتغى سوى التدبر فإذا ما كان ذلك هل فات الأجر والسؤال بطريقة أخرى من أراد الاستكثار من قراءة القرآن ومتابعة التلاوة وإتمام الأجزاء والختمات اتباعا سيكون على حساب ما يراد من التدبر والتأمل فاعلموا رعاكم الله أن التعبد بالقرآن يأتي من وجوه شتى فقراءته في ذاتها مأجور عليها صاحبها كما مضى في الحديث الحرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها فتلك عبادة بقراءة القرآن يؤجر صاحبها ولن يتعرض هذا مع التأمل في الآيات والتدبر فيها وما أجمل أن يجمع الأمر أن يجمع المرء في رمضان بين الأمرين معا فيكون له من الإكثار من قراءة القرآن ما يقابله أيضا في إنشاء قراءة وختمة مستقلة يقف فيها تأملا وتدبرا وعيشا مع القرآن في شهر القرآن الوصية الثالثة أيها الصائمون أن كثيرا من الصائمين يجتهد مع القرآن أثناء النهار وهو صائم ويشعر أنه طالما كان متلبسا بالصوم وجوفه قد امتنع عن الطعام والشراب تعبد لله أن يضيف إلى ذلك الإقبال على القرآن ثم يكون هذا على حساب ليالي رمضان فيكون حظه من القرآن فيها قليلا أو ربما كان معدوما وربما استبدل بعض الصائمين المصاحف ليالي رمضان ببدائل أخر من الانشغال بمتابعة البرامج أو الجوالات أو متابعة تقريب القنوات عذرا إنما الفضيلة تعظم بالقرآن ليالي رمضان وهو في الليل آكد منه في النهار وساعة يصليها أحدنا أو أكثر أو أقل يقرأ فيها من القرآن في صلاة التراويح أو القيام ليست هي الحد المطلوب بأكمله هي خير وأجر وبركة لكن الشأن أن يكون الإقبال على القرآن ليالي رمضان أكثر وأعظم ومن ملأ ليله ونهاره بالقرآن والله ما ملأ حياته إلا بركة وسعادة واستكثر من فضل الله وأجره وحسناته التي تقلب فيها صبح مساء الوصية الرابعة عندما تأخذ بنفسك عبد الله وأنت أمت الله نحو كتاب الله في اجتهاد حثيث لنيل بركاته وحيازة فضائله وحسناته فخذوا بأيدي بنيكم وبناتكم نحو هذا المنبع الصافي والحديقة الغناء والروضة الفيحاء واستمتعوا بأسركم صغيرا وكبيرا ذكرانا وإناثا استمتعوا بنعيم القرآن وبدائع القرآن وعجائب القرآن وبركات القرآن ليقبل فينا الصغير والكبير ولو كان بالاستماع إذا عجز عن القراءة لصغر أو كبر أو لجهل وعدم تعلم فإن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الاستماع إلى القرآن وحده عبادة جعله الله مظنة الرحمة هذا الاستماع فكيف بالقراءة فكيف بتحريك القلوب بالقرآن وصية خاتمة معشر الصائمين لنعلم رعاكم الله أن كل ما سبق الحديث عنه من العيش مع القرآن في شهر القرآن لا يعني تخصيص هذا الشهر المبارك بالقرآن دون غيره لنعود بعد رمضان في علاقة باردة جافة مع القرآن الكريم حاشا جميع أمة الإسلام أن يعيشوا هجرانا للقرآن في غير رمضان لكنها دعوة إلى إنشاء صحبة تنطلق من هذا الشهر المبارك لتكون منعطف خير لتكون صحبة صادقة بنية جازمة أننا أمة كما أكرمنا الله بالقرآن فإننا نري من ربنا نري من أنفسنا لربنا سبحانه وتعالى ما يحملنا على إدراك عظمته فأسى أن يدركنا الله عز وجل بفضله ورحمته معشر الصائمين أيام رمضان معدودات كما قال الله جل جلاله وسحائبه الممطرة في كثير من غيثها هي بركات القرآن ودونكم آنيتكم في أيديكم فاجمعوا ما شئتم من قطر هذا الشهر المبارك وخيراته وبركاته واجعلوا من كتاب ربكم أنيسا لكم وشفيعا من أحسن صحبة القرآن هنا أدركه القرآن يوم الموقف الأكبر جاء بهذا حث نبيكم عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رزقنا الله وإياكم بركة القرآن وسعادة القرآن وكرامة القرآن وشفاعة القرآن اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا إله بكتابك الكريم سعداء عتقاء من النار وارفع قدرنا وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم يا حي يا قيوم واجعلنا إله جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن وحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل القرآن وارزقنا شفاعة القرآن يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار إله الحق يا سميع الدعاء نسألك لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم ارحم البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام نسألك بعظمتك التي لا يعجزها شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تدركنا إلهي برحمتك في هذا الشهر المبارك وأن ترحم البلاد والعباد وأن تأذن لهذا الوباء بالزوال إله الحق يا سميع الدعاء اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك آمنا ربنا بقدرتك وآمنا بعظمتك وأدركنا عجزنا وضعفنا وقلة حيلتنا فارحمنا يا رب ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ربنا ونتوب إليك نسألك ربنا أن تتقبل منا الصيام والقيام وسائر العمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا لما تحب وترضى واكتبنا إله في من صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه لك الحمد ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجدبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة